شيخ صالح نختم هذا اللقاء بسؤال دائما نردده المسلم كيف يربي الأولاد تربية عقدية صحيحة؟ المسلم يربي الأولاد من صغرهم من سن التمييز من بلوغ السابعة قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم لسبع أو وهم أبناء سبع سنين مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المواجع فهذا فيه دليل على أن الوالد مكلف بتربية أولاده على طاعة الله سبحانه وتعالى فإذا نشيء على ذلك فإنه ينشأ ويكبر على هذه العقيدة الصحيحة المؤسسة على اليقين والاعتقاد الصحيح وتكون فطرته سليمة كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فالوالدان إما أن يحافظوا على فطرة الولد ويأمروه بالصلاة لسبع ويضربوه عليها لعشر ويفرقوا بين الأولاد في المواجع خشية ما لا يجوز من التصرفات والشهوات فالوالد يراقب أولادهم يحافظ على فطرتهم كل مولود يولد على الفطرة فإذا حوفظ على هذه الفطرة نمت وثبتت ونشأ الطفل عليها وإذا غيرت هذه الفطرة إلى ملة غير الإسلام الإسلام دين الفطرة هو الذي يوافق الفطرة وأما غيره من الأديان فهو مخالف للفطرة فأبواه يهودانه يجعلانه يهودياً أو ينصرانه يجعلانه نصرانياً أو يمجسانه يجعلانه مجوسياً منحرفاً عن دين الله عز وجل كل هذه الأديان منحرفة عن دين الله والإسلام هو دين الفطرة لم يقل يسلمانه لأنه على الإسلام على الفطرة لكن يحتاج إلى من يحافظ على فطرته وينميها فيه ويزكيها فهذا هو المطلوب من الوالدين